إلى فيينا وأجواء إيجابية وجادة وصف بها مدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذارية رفايل جروسي مباحثاته مع الرئيس الإيراني ووزير خارجيته خلال زيارتها الأخيرة لطهران وأضاف جروسي أن فريقا فنيا سيتوجه لإيران لمتابعة عمليات رصده والتفتيش في قادم الأيام رفضا الحديث عن أي تفاصيل الوكالة تتابع تحقيقاتها بشأن ارتفاع نسبة تخصيب اليورانيوم في بعض المواقع الإيرانية علينا أن نواصل النقاش بشأن عمليات الرصد وقد أبدت إيران موافقة مبدئية على مساعدتنا في ذلك لقد بحثنا في تهران مسألة الانتقال لمرحلة النتائج الملموسة وهذه المرة الأولى التي تمكنت فيها من إجراء مناقشات جادة مع الرئيس الإيراني ووزير خارجيته وسوف نرسل قريبا فريقنا الفني إلى إيران لمتابعة عمليات الرصد والتفتيش والتأكد من الضمانات كما أننا سنقدم تقريرا دوريا بشأن عمليات المراقبة وتصريحات جروسي هاته تتسقل حد كبير مع الجانب الإيراني مع التأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كانعاني التوصل لتفاهمات وصفها بالجيدة وذلك مع الوكالة الدولية للتقذرية يمكن أن تمهد لحل القضايا التقنية العالقة وأعرب كانعاني عن أمله في أن لا يكون هناك تسييس أو ضغوط في اجتماع مجلس محافظي الوكالة أو أي تدخلات سياسية من بعض الدول مؤكد التزام بلاده بالديبلوماسية معتبرا إياها السبيل الوحيد لحل الخلافات والملفات المعقدة وللمزيد النبيلين من فينم وفادون أشرف سعد أشرف إذن جروسي الذي رفض تقديم أي معلومات فيما يتعلق بالتفاصيل أو المواقع التي يمكن أن يزورها أو بالمحتمل أن يزورها هذا الوفد الذي سيتواجه لطهران أو حتى تواريخ هذه الزيارات والتفتيش إلى حد ما تحدث عن أجواء إيجابية إلى أي مدى يمكن أن تؤثر فيه قرار أو مساعي عدد من الدول أو توجهات داخل هذا الاشتماع للمحافظين على مستوى الوكالة التي تسعى إلى إدانة إيران وبالتالي يمكن أن تؤجل هذه الضغوط أو هذه الخطوة كنت أتحدث قبل قليل مع إحدى المتخصصات في منع الانتشار النووي هنا في فينة قريب للغاية من مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهذه المتخصصة قللت كثيرا من أهمية الأجواء الإيجابية التي تحدث عنها رافايل جروسي من الواضح للغاية أن هذه ليست المرة الأولى التي تتبع فيها إيران هذه المناورة إذا جازت تعبير كلما كان هناك توطر متصاعد بين الدول الغربية وبين إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي وكلما اقترب اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سارعت إيران كما قالت هذه المتخصصة في فتح الباب والسماح أو الحديث عن السماح بالتعاون والسماح للمنفتشين بالقدوم إليها أولا توجيه الدعوة لجروسي ولقائه بالرئيس الإيراني كل هذه وصفات هذه الخبيرة بأنها مجرد منورة لا أكثر ولا أقل وأن الغرض منها هو نزع فتيل التوتر مع الوكالة ومع المجتمع الدولي ولكن الحقيقة أن هذه ليست المرة الأولى وغالبا ما لا تصفر عن أي نتائج على الإطلاق حتى هذه اللحظة ما زالت إيران ترفض نشر الكاميرات في مواقعها النووية ما زالت ترفض أي زيارات محددة لمفتشي الوكالة كما أنها لم تقدم أي معلومات عن المواقع الثلاثة التي تم اكتشاف مواد يورانيوم مخصف فيها ولم تختر بها الوكالة الدولية الإطلاق الثرية حتى هذه اللحظة ما زالت الوكالة تسعى لمعرفة معلومات عن هذه المواقع الثلاثة لكنها لم تحصل على أي معلومات بالإضافة إلى ذلك هناك القضية التي طرحت مؤخرا وهي العصور على آثار يورانيوم مخصف بنسبة 84% وهذه بالمناسبة ليست النقطة الأكثر خطورة في التقرير الأخير للوكالة ولكن المشكلة أن الكميات الكبيرة من اليورانيوم المخصف التي بنسبة 60% والتي باتت إيران تمتلكها يمكن إدخالها في معادلات معينة أو في عمليات معينة تكون قادرة على إنتاج سلاح نووي أو ربما سلاحين في غضون 12 يوما فقط مما يعني أن المسألة معقدة للغاية وليست بهذه الدرجة من الإيجابية التي تحدثت عنها جروسي نعم بالتأكيد خاصة أن جروسي نفسه أشرف أشار وأكد على أنه تلقى وعودا ولا يمكن أن يقدم أي ضمنات حتى الآن شكرا لك كما نفينا مفادنا أشرف سعد